التطور العلمي في مصر مش موجود بصفة قوية جداً أو بصفة عامة يعني المواهب عندنا مش بتسقل انت قلتلي لازم المواهبة تسقل بالتطور العلمي نقدر نعمل داز داي في مصر دي حقيقة دي حقيقة بينقصنا ده بينقصنا ده الحقيقة دي الحقيقة لان بيعندنا مواهب زي ما نقوله حركة ان احنا مثلاً بيبقى اللعيب وهو زغير المستوى اللي أقل بدا نبتاقه عالي جداً المواهبة بتاعته عالية جداً ويبتدى ما يكبر يبتدى تلاقي اللعيب كان زيه أقل مواهبة بكتير عنه برا وبتلاقيه هو بعد كام سنة خمس ست سنين ده بقى في حتة والتاني نزل مستوى جداً الفكرة في حاجة في ان لازم هو اللعيب يكون محاط بكل عوامل النجاح أول حاجة ان اللعيب نفسه لازم يكون هو اللعيب الصغير نغرز جواد طموح لازم يكون عندنا أمثلة والمثل ده يكون هو مركز أنا عايزة أوصل أبقى زيه وإن أنا يعني هفقت في حياتي هكتير قوي في سبيل إن أنا هوصل أبقى زي المثل ده كويس تهم وإن أنا أخد من كل عنصر من العناصر اللي موجودة حاجة تؤثر فيها لقدامي يعني حتى لو مدرب قال لي كلمة ما قولش لا 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 أنا أفهم كويس أو وأنا جامد قوي مش هكتير لا حياتي أعمل كده لا حياتي أعمل كده ما كانش عندنا تغزية بعد كده بقى فيه دكاتر التغزية بشكل عام دهوقتي بدأنا إن تغزية للرياضيين كويس فبالتالي هنبتدي نركز في الحتة دي فهي الموضوع أنا شايف إن إحنا في الطريق الصحيحية التفرغ الرياضي للرياضة شيء مهم لإن أنت عارف مصر رياضي محترف ويشتغل في شركة بشتغل في عمل خاص ورياضيين لازم أتفرغوا الرياضة التفرغ تامن تقول لهم إيه عشان يطلع محترف لعبة صغيرة بالزيد هقوله إن إنت كل ما بتدي للرياضة الرياضة تدي لك دي مفهاش كلام الحاجة التانية إن إنت يعني دلوقتي مثلا في الفرق الكبيرة هو بيدور على حاجتين للرياضي إن إزاي يخليه يعني يبقى فيه ويلنس في الفرقة زائد حابينس يعني اللي هو يكون مستريح وسعيد فإن هو مثلا بيفكره في حاجات صغيرة جدا إن المدرب أو المسؤول عن الفريق بيفكر في حاجات صغيرة جدا من أول إن أنا رايح ألعب ماتش الإقامة بتاعتي في فندق عامل إزاي النوم بتاع العيبتي قبل الماتش هيبقى عامل إزاي لأ النوم ما فيش لعيبة يا بردتاني هلعبك الله وصلا آه ده مهم جدا أنا عايز أقول لك حرك إن شوف هنوصل مش نوصل للنوم بنوصل إن إحنا بعد الماتش مثلا بعد الماتش إن إحنا ممكن ننام في القوتيل علشان الخاطر ده أفضل لإعادة الشفاء بتاع اللعيب أحسن من هو يرجع يبات في البيت يوم الماتش إحنا عندنا ما خالص الماتش ما عايز يطير صح ما عايز أقول له إن إحنا دلوقتي في فيروس كرونة عادين عادنا مع الفاملية كتير أوي وببساطنا مع الفاملية كتير جدا صح من ضمن الحاجات اللي أنا اتعلمتها الحقيقة في برشلونة إن تركز مية في المية في الملعب إن إنت بتركز مية في المية في التدريب مية في المية